السلام عليكم اللهم صلي وسلم على الحبيب المصطفى كمال عادة دائما نبدأ فيديو دينا بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى كنتمنى ان شاء الله ياربي ان هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وينال استحسن ديالكم ان شاء الله ياربي ونكون عند حسن ضن ديالكم نبدأ على بركة الله هاد البريوش كيجو فنين قطنيين كما كتشوفو يصلاحون ولدتنا كما كتعرفو مدراسة عشية في انتسمانا ونبدأ المقادير على بركة الله المقادير اللي متواجدة في الدار يعني مشي شي حاجة كثيرة ولكن نتيجة روعة غي تبعو المقادير والطريقة من الاول حتى الاخر والطريقة رها جد بسيطة ويعني مشي شي حاجة مشي شي تعقيدات فيها ولا شي حاجة فقط تبعو المراحيل وراه ناجحين مئة في المئة باذن الله ونبدأو على بركة الله انا كنقل المقادير وانا كنحط باش ما نطولش عليكم عجلت هنا يا المول عملت فيه كاس اونوس الحليب الحليب دافي يعني الحليب سخون مشي سخون بزاف ومشي الحليب دافي كما كانت تعرفوا يعني كامنين بينا كنعرفوا بان الحليب دافي كما كان الحاجة العجينة اللي عملو معاها الخميرة دائما يكون دافي عملت كاس اونوس الحليب نوس كاس دا السكر العبر بكاس العنفة يعني اسهل العبر وطريقة جد مبساطة كما كانت شوفوا عن عمل ضينية سواء سائلة او ضينية الحبيبات لكم الاختيار كل واحد وشنو متواجد عندو في الدار عملت ملقة كبيرة دا الخميرة بالخبز خميرة الفورية اه لحسب الجاو يعني لكانت البرودة بزاف وخد ضعفوا الكمية اما دا يعني الجاو راه معتادي لله يرحمنا يا ربي الحبيب الرحمة ديالو الجاو معتادي يعني مكينا شي الحرارة ومكينا شي ببرودة عملت امع القاعن خليه هاد الخاليط انه ينساجمها بعض دياته غطيته بالسلوفان خليته واحد جج قايق بيد ما نخلط الطحين وجبت عندي هنا جج بيتات من الحجم الصغير عندي بحرارة المطبخ اصفر بيضه خليته على جانب ووحده جج اصفر يعني جج صوفر و جج ابيض بيضه وصفر عن عمله مع الخاليط وحد صفر عن احتفظ به باش ندهن به بريش ديالنا او القرس من بعد ما تفعل القليدك الخميرة مع الحليب كما كتشوفو والسكار وفينية عن خلط مزيان مزيان يعني عن خلط بالطرب اليداوي عن عجن هاد البريوش غي بيدي ما نحتاج لها مكينة لولو ضيفت هنا يا نصف كاس الزيت زيت المائدة نصف كاس الزيت هو اللي كينا عن خلط شويش حتى ينساجم للخالد ضيفت هنا يا البيتات ديالنا وعن طرب يعني نفس اما تخدموا بيداكم او لاب الفوي او بماكينة لكم نختيار كل واحد يخدم بالطريقة اللي كيحتاجها ولكن هاد البريوش او القروس ما كيحتاجوا ولا دليك ولا تشي حاجة صفي من بعد ما خلط مزيان عن ضيف الملحة ضروري الملحة مغتش نضيفها في الاول عملت هنا الملحة عينة ميزانك موما لعملت مياقة صغيرة وما عملت شي كامنا نقص شويش مش ميجيوني شي مالحين صفيع لها الطريقة هادية عن خلط مزيان وعن طحين حسب الخالد الطحين يعني ما عبارته شي مهم حسب الخالد باش العجينة ديالنا تبقى لنا مرخية عن نخلط طحين ومن بعد عن نخلط عليه الخميرة من وزن 15 قرم كانت الحمراء يعني الخميرة اي اخرى كتعمل وجوش نخلطهم ومن بعد عن نخلط العجينة ديالي كما كتشوك يبقى ديك القويرات ما فيها بس انكم دربوهم هيدا بيداكم وكيهبطوا يعني ولكن شي حاجم شي هادك راكتبقى في الغربة اللي انا صفيعا نجمع شويش بطرع باليداوي على هاد الشكل هادا تندخل ديك الطحين كامل ومن بعد عن نجمعو بيدلي هاد العجينة انا ما عند الكامل تشي حاجة فقط انني عن جمعو وصافي بجهد ما كتتجمعني العجينة ديالي كتخليها شويش مرخوفة ورطبة يعني يخفيفة ولكن ما كتتلسق شي صفيعي لها تشكلها درها مامدلوكة موالوكة ما كتبلكم هنغطيها بالسلوفان ونغطيها بوحد الزيف وخليها تدعف الحجم دياله كيف كتشوفو جبت اللاتا حطيت الفراني يصخن على مئتين وخمسين دراجة يعني كما الجهد ديالو مئتين وخمسين دراجة او كورتم على هاد شكل هذا وعملت وحتستعملتم فيهم شقورة بيخلين خليتم عادين سوف نقرسهم ونغطيهم بسلوفان ونجعلهم احتاج خمره على خاطرهم وعاد من بعد نطيبوهم ضروري بان انا نقرسهم شويش كما كتشوفو باش فاش يتضعف الحجم ديالهم كي يجيوهم هادوك اصلا راه يطلعو كي يطلع الحجم ديالهم بغيتو تعملو فيهم جبان كتعملوهم بغيتو تعملو غي الشوكولة بغيتو تخلوهم هيداك لكم الختيار من بعد ما تضعف الحجم ديالهم وخمرو كما كتشوفو على هاد شكل هادا انا غطيتهم بالسلوفان يعني ما كتغطيهم بالسلوفان كتعطيتك الدرجات الحرارة وضغي كي يخمرو عندي هنا اذيك اسفار بيضاء وشوية الخهوة السريعة الدوابان وجوج معالق الحليب خلطتهم بزيال ودهانت القرس ديالي ورشتها لهم شوية الزنجلال صفي ودخلتهم للفران على هاد الشكل هادا كما كتشوفو طيبتهم من تحت ومن فوق 250 درجة مدة 16 دقيقة كانوا واجدين فرن كن سخون هادا هو الوقت ديالهم كنتمنى ان شاء الله يا ربي الحيوب ان النتيجة هي فيني قدمكم من الاول حتى الاخر كنتمنى انكم جربوهم وماتبخلوش عليا باللايك والاشتراك والدغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد فضلا وليس امرا كنتمنى ان شاء الله يا ربي ان هاد الفيديو يكون خفيف وضريف على قلوبكم ورا هاد البريوش راكي يوجدو ضغية كما كتعرفوا بانا السد ولا الحاد ضروري بانا نوجدو شي حاجة عن وريدتنا سواء نرسنا سواء انسان يخرج يخرج ميرين دا معاه موهب انا وجدت هاد بريوش ووجدت واحد الكيكا انتم ما كتعرفو يعني طرور الانسان كيبغي يبد يكون السبت والحاد مختلف كنتمنى ان شاء الله يا ربي الحبيب انكم تجربوها بريوش وتكتبولي في التعالق وان شاء الله انهم يرجعوا معتمدين عندكم لحسب ما فيهم شي قوة المقادير سهلين سواء تعملوهم يعني في اي موقع توجدهم في الصباح انتم ما كتوجدوا الغداء توجدهم العشية مهم رهما سهلين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الى اللقاء الى الفيديو القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة